في السودان لا يزال إعلان المبادئ الموقع في جوبة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال جنح عبد العزيز الحلو يثير العديد من التسؤالات عما تحمله الفترة الانتقالية من ملامح مؤسسة لمرحلة جديدة فالاتفاق بين الجانبين يحمل في ثنيا نصوصا عدة أبرزها لاعتراف بتعدد الأعراق والدينات والثقافات في البلاد إضافة إلى دمج متدرج للقوات العسكرية إلا أن الاتفاق وما يحمله من دعوة للسلام بعد عقود من الاقتتال تبنى مسراء العلمانية بما يعيد إلى السودان النقاش القديم المتجدد على خطة المرحلة الانتقالية بشأن هوية الدولة وعلمانيتها وتسؤولات السودان الجديد ومفاهيمه الدستورية مرة أخرى وفي جوبا يولد عنوان سوداني جديد من عنوين الفترة الانتقالية هذا العنوان جاء هذه المرة مختلفا فالحدث هنا ليس توقيع إعلان مبادئ بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال وحسب بل بما تضمنه الإعلان من نص على علمانية الدولة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدى الاتفاقية بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية هذا التوقيع على إعلان مبادئ نحن نفتكر أنه هو بداية حقيقية وبداية شعلية لإظهار ارتزام حكومة الفترة الانتقالية رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو رأى في الإعلان بأنه يحقق الحريات ويحافظ على حقوق الإنسان قيمة الاتفاق برأي مراقبين بما يحمله من عنوين العلمانية وتساؤلات الهوية الأخادية للدولة وهي تساؤلات لطالما ظلت محل طرح إثر حضورها في نصوص اتفاقيات سلام جوبا وبروتوكولاته المختلفة غير أن الاتفاق مع الحركة الشعبية في الشمال ووفق مراقبين منح هذا النقاش زخما لأن العلمانية هي الثابت الأبرز على أجندات الحركة وفي سياق السودان بات القائمون على مرحلته الانتقالية ينشدون دولة مدنية على ضفاف إرث دستوري واثق بين نصوصه ولنصف قرن مبدأ حاكمية الشريعة الإسلامية إذن للمزيد أرحب بضيفي من الخرطومة دكتور عمار عوض الكاتب والمستشار الإعلامي أهلا بك دكتور عمار الأصدار لهذا الاتفاق إعلان المبادئ الموقع في جوبا وخاصة فيما يتعلق بموضوع علمانية الدولة التي أرادتها أن تكون مصوصا عليها الحركة الشعبية فرع الشمال أولا النص يتحدث في الأول عن مدنية الدولة السودان يعمل الجميع يتحدث على دولة مدنية ديمقراطية فدرالية ثم بعد ذلك يتحدث على أن يكون هناك عدم وجود دين محدد للدولة ولا هوية محددة للدولة وبالتالي الاحتراف بالهويات المتعددة والأديان المتعددة وأن تكون الدولة غير منحازة وهو مفهوم جديد يقدمه السودانيين أي دولة غير منحازة لا لعرق لا لدين لا لثقافة لا لجهة بالتالي هذا كان المخرج الأساسي الذي توصل له السودانيين وهو بطريقة أو بأخرى هو واحدة من التفسيرات المطروحة للعلمانية لكن المهم في هذا الأمر أن ما تم التوافق عليه في إعلان المبادئ سيتحول إلى نصوص في المفاوضات التي ستنطلق يوم 20 أبريل والتي أعتقد أنها ستنتهي بشكل سريع في أغلى من عام يمكن أن تنتهي كل القضايا الموجودة وبالتالي الاتفاق الذي سينتج وسيحافظ على وضعية الدين والدولة بفصلهما من بعضهم البات سيكون اللبنة الأساسية بالنسبة للمؤتمر الدستوري عندما يعقت وبالتالي عندما يأتي المؤتمرون من كل الأحزاب ومن كل الأجهات سيجد هناك نقطة يبدو منها النقاش وهو هذا النص الذي اتفقوا عليه اليوم في إعلان المبادئ أيضا هناك غضية مهمة وهي تلك المتعلقة بحق تغرير المصير وهي كانت نقطة تسير كثير من القلق داخل السودان ولكن الآن تم الاتفاق على أن يكون سودان موحد وبجيش موحد وأن يتم الدمج مثل ما تحدث التغرير بشكل تدريجي إلى نهاية الفترة الانتغالية ولكنه رهن تفكيك هذا الجيش بشكل نهاي بالاتفاق على موضوع علمانية الدولة في المؤتمر الدستوري بالتالي يكون المشهد أن الجيش سيتم دمجه تدريجيا ولكن في نفس الوقت لن يتم تفكيكه بشكل نهاي قبل الاتفاق على مسألة هوية الدولة أو طبيعة الدولة إذا كانت علمانية أو إذا كانت غير ذلك هذه هي المخارج التي توصل لها السودانيين بمعاونة من المجتمع الدولي وإصدقاء السودانيين الآن أرحب ضيفي من القاهرة موسى مكي ممثل الحركة الشعبية قطاع الشمال بمصر جناح عبد العزيز الحلو أهلا بك أستاذ مكي لماذا الإصرار الكبير كان من الحركة الشعبية على موضوع عدد تدخل المؤسسات الدينية فصل الدين الدولة لا يكون دين واضح لهوية واضحة إذا في نهاية المطاف كيف يمكن أن نعرف هوية السودان شكرا في البداية أهلا بك تفضل في البداية شكرا لغاناة المماليك للاستضافة طيب المملكة والشكر موصول أيضا للمشاهدين مملكة شكرا موصول للمشاهدين أستاذ موسى أنا أسمعك تفضل وضعت السؤال أنا كنت سألتك لماذا سؤال لا أنا لا أسألك كنت سألتك لكن لا أسأل وعيدة سؤال بن جديد يبدو أن هناك مشكلة في أن تستمع إليه بوضوح سألتك لماذا أسرت الحركة الشعبية على موضوع العلمانية هل بالتقرير العلماني والإصرار عليها كل مشاكل السودان ستحل أم أن هذا هو المدخل الوحيد بعدما ربما كانت هناك محاولات أو تنسب للنظام السابق أنه استخدم الدين فأغرق البلاد ولم يحسن بالتالي أن يحافظ على السودان أستاذ موسى هل تسمعوني العلمانية بس معك بس صورة مش واضحة مش مش شغال الصورة مش واضحة العلمانية نحن طرحنا العلمانية كشعار منذ البداية لأنه هي فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة بتجنب الحكومة السابقة حكومة عمر البشير كانت تقضع المناطق في المناطق المحمشة في جبال النوبة والنيل الأزرق والعلمانية بالهزب السياسي الإسلامي الاتجاه الإسلامي الوحدوي فالآن نحن العلمانية نطرحها كشعار لفصل الدين عن الدولة الدولة ليس لها دين الدولة ليس لها دين والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة وذي بتغدنا بالأعمالية الوحدوية بتادي الإسلام وعربية كانت قاعدين عليها أعقادة للمواطنين في المناطق المحمشة والسودان كله بالاتجاه الإسلامي والعربي فالألمانية تفرق بين الثقافة السودان دولة متعددة الديانات والثقافات واللغويات فبذلك طرح العلمانية يفصلنا أن الاتجاه الوحدوي الإسلاموي والعروبي فنحن وضعناه كمبدأ أساسي للتفاوت عندنا وطرحنا بدائل للعلمانية وهو حق تغرير المصير في حالة الرفضة للمانية والآن بالقبول فصل الدين على الدولة نحن نكون وصلنا في الاتجاه ولا تحرقنا في الاتجاه الصحيح لحق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات طيب الدكتور عمار عوض بهذا الأمر اليوم هل تتفق جميع القوى السياسية في السودان على فصل الدين عن الدولة بأنه بلد أو دولة ذات هويات متعددة ثقفات متعددة وبذلك يبتعد عن هويته العربية وكذلك الإسلامية لا هو ليس ابتعاد عن الهوية العربية أو الهوية الإسلامية أو الهوية الأفريقانية أو أي نوع من أنواع الهويات الإعلان المبادئ يتحدث عن ضرورة أن تقوم الدولة بتعزيز كل هذه الهويات وأن تقف منها موقف محايد أو موقف قير منحاذ لأي هوية بعينها أو لأي دين بعينه أعتقد أن هذا هو التخريج الذي تقدم به وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري ويحمد له هذا التخريج أن هذه الدولة تكون على مسافة واحدة من الثقافات وأن تكون على مسافة واحدة من الأديان لأن ذلك يشكل احتفاء بالتنوع الذي يصر لكن أليس هذا وضعا طبيعيا دكتور عم أليس هذا وضعا طبيعيا في كل دولة تحترم مواطنيها بأنها تحتن جميع الثقافات وكذلك تعرى بأن هذا يثري المشهد ومفيد دون أن يكون هناك لابد أن يكون هناك نصوص تحمي لكن ربما يرى البعض أن في ذلك إغراقا حتى يخشى أن يعاني أو في المستقبل أن يعاني السودان من أزمة هوية لا ليس كذلك السودان هو هويته الأساسية وهي السودانوية أي أننا كلنا سودانيين نحن لا يمكن كلنا كسودانيين أن نكون عرب ولا يمكن نحن كلنا كسودانيين أن نكون أفارقة ولا يمكن نحن كلنا كسودانيين أن نكون مسلمين ولا يمكن أن نكون نحن كلنا كسودانيين مسيحيين لذلك التخريج الأساسي هو السودانوية أن نلتف حول السودان كلمة السودانوية هي التي ستجمع السودانيين لكن بالنسبة لسؤالك حول لماذا كان كل ذلك هناك كانت إشكالات أساسية بعض أخواننا في الدول العربية لم يتعرضوا لمثل هذه التجار وهي التجربة التي خرجنا منها الآن بعد صورة عظيمة بعد ثلاثين عام كان هناك استغلال سيء للدين أو ربما يمكن أن نقول تجارة أيضا بالدين كان يستخدم الدين كسلاح لغتل أهلنا من السودانيين في جبال النوبة كان يستخدم الدين لغتل أهلنا في الجنوب قبل أن يسهب وكانت هناك عمليات تعريب وكانت هناك عمليات أسلمة غسرية وكانت هناك أشياء قبيحة منها فتاوى وغير ذلك لذلك السودانين أصبحت لديهم عقدة بعكس بقية الدول العربية التي لم تتعرض الحمد لله لم تتعرض بقية هذه الدول لحكم الجماعات الإسلامية والجماعات الإسلاموية التي تريد أن تفرط اتجاه أحادي للسودان أو لهذه الدول التي لم تتعرض لهذه التجارب نحن خرجنا من تجربة مريرة جدا جدا ولكلنا متتمعين كقوة حرية وتغيير أو كحركات كفاح مسلح أو مؤسسة عسكرية أو مجلس الوزراء أو غيرها أننا يجب أن ننزع هذه التجربة السقيلة على قلوبنا ونتعافى من جديد ثم من بعد ذلك بعد أن نعود لحضن بعضنا البعث نقوم ببناء هذه الدولة بعيدا عن هيمنة أي دين وبعيدا عن هيمنة أي ثقافة وأن يكون العمود الفقري أنك فقط سوداني هذا كناب جيد أستاذ موسى مكي برأيك هذا الاتفاق اليوم الذي وقع فيه في جوبا أستاذ عقبهم مفاوضات كيف يمكن أن يؤثر إيجابا على عملية الانتقال الديمقراطي اليوم في السودان في الحقيقة الاتفاقية وضعت في الاتجاح الصحيح في أن تغيط إلى كسر الجمود الكان نواقع على المفاوضات في هذه التغيير كسر الجمود كسر الجمود تكون الأحمية في أن فصل الدين على الدولة وفصل الدين على السياسة والشعب السوداني عانى معانى في الفترة الحكم البائد وبالتالي تكون وضعت الإطر الأساسية للوصول إلى اتفاق سلام شامل يحقق طموحات الشعب السوداني ويحقق طموحات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وكان هناك تعسر في المفاوضات السابقة نتيجة لتعنت الحكومات السابقة في عدم الالتفاف على مضامين العلمانية في الدستور وبذلك من اليوم فهذه كسرة الجمود في المفاوضات وسوف توقود إلى الوقف نزيف الحرب والسلام الشامل في البلاد أنا أشكرك من القاهرة موسى كوامكي ممثل الحركة الشعبية قطاع الشمال في مصر جناح عبد العزيز الحلو كذلك أشكر ضيفي من الخرطوم الدكتور عمار عوض الكاتب والمستشار الإعلامي شكرا جزيلا لكم